لا أحد ينوي المغامرة بملاحقة منفذي الاغتيالات في العراق هكذا لخصت تقارير غربية المشهد الأمني في البلاد منذ انطلاق حملة القمع والاغتيالات ضد المتظاهرين والناشطين وحتى المؤيدين لثورة تشرين التي هبت لإسقاط نظام المحاصصة الطائفية تقول تقارير أمريكية جديدة إن هوية مصدري أوامر الاغتيالات ومنفذيها معروفة لدى السلطات الحكومية والمواطنين على السواء لكن لا تحقيقات بشأن ذلك الملف منذ تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي في شهر أيار الماضي التقارير الصحفية أضافت أن أسباب تأخر التحقيق في عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين بارزين في التظاهرات يعود إلى مزاعم حكومية باستمرار العمل على إكمال الأدلة عبر جهود استخبارية وهو ما يعني تأخير البت بنتائج التحقيقات وفي كل عملية اغتيال يعلن الكاظمي أن العراق لن ينام قبل إخضاع القتلة للقضاء إلا أن شيئا من تلك الوعود لم ينفذ ولم يقدم إلى الآن أي شخص للمحاكمة وكذا الحال بالنسبة لعشرات الناشطين الذين طالبوا باسترداد وطنهم المختطف على يد الميليشيات كما يقول متظاهرون خبراء أمنيون رجحوا عجز الحكومة الحالية عن تحقيق وعودها بمحاكمة قتلة الناشطين أو إيقاف الهجمات الصاروخية على البعثات الدبلوماسية فالحكومة على ما يبدو ما زالت تخشى مواجهة قوى لا دولة كما توصف بل أن مواجهتها هددت بإسقاط الحكومة في وقت من الأوقات وثم تمن يؤكد أن عدم إعلان نتائج التحقيقات بشأن اغتيالات الناشطين يدل على النتائج الخطيرة التي جاءت بها تلك التحقيقات والتي استدعت صمت الحكومة عن الجنات تجنبا للصدام المباشر مع تلك الجهات ذات النفوذ